للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن أستاذ أكرم عطلة الكاتب الصحفي أهلا بك معنا يعني بداية لماذا قدمت عضو الكنيسة من حزب ميرتس غيداء الزعب استقالتها من الائتلاف الحكومي يعني واضح أنه هناك عديد من الأسباب المناخات العامة ربما هي التي دفعت عضو الكنيسة غيداء زعبي إلى تقديم استقالتها هناك رسالة واضحة منها تتحدث حول أنها لم تعد تحتمل مشهد الاقتحامات الأقصى مشهد الصيدراء القدس مشهد القسوة التي تتعامل بها الحكومة الإسرائيلية كانت القشة التي تقسم الظهر البعير هي موضوع شيرين أبو عقلي واغتيالها وهذه الأسباب التي أوردتها برسالتها بالإضافة إلى أن هناك منذ الصباح الحكومة استحاول بعض أطراف بالائتلاف الحكومي أن تغمز من قناة تأخير تعيينها قنصل إسرائيل في شنجهاي بعد أن كان هذا خيارا مطروحا ولكن غيداء زعبي صوتت قبل شهريا ضد هذا القانون وبالتالي كأنه يئير لبيد وزير الخارجي علق تعيينها وبالتالي يجري استغلال هذا الموضوع أن غيداء لديها قضايا شخصية علق تعيينها لكن غيداء كانت واضحة في رسالتها قالت سأنسحب من أي منصب حكومي أنا مرشحة له والأسباب التي دفعتني إلى تقديم كتاب الاستقالة أن هناك أسباب ضميرية لم تعد تحتمل سلوك الحكومة الإسرائيلية وخاصة فيما يتعلق بالقدس اغتيال الصحفية شيرين أبو عاخلي والتعامل مع الفلسطينيين في داخل مناطق 48 ونكران الحكومة الإسرائيلية وعلى رأس مزيرة الداخل الإسرائيلي يليتشاكيد لكل التعاهدات التي قطعتها هذه الحكومة نعم طب يعني كيف ستكون تداعيات هذه الخطوة على مستقبل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي هل انسحاب النائب غيداء يجعل سقوط هذا الائتلاف أمر واقع هذا سؤال المليون دولار هذا الصباح هناك حركة سياسية صاخبة لمن تابع هذا الصباح ما يجري في إسرائيل عن زيارة منصور عباس النائب منصور عباس أرسله نفتالي بنت لأنه مستقبل الاثنان في خطر شديد إذا ما سقطت هذه الحكومة نفتالي بنت لم يقدم شيء أداء الضعيف والرديء لم يقدم شيء سيد محل سياسيا منصور عباس الاستطلاعات لا تعطي نسبة الحسم وبالتالي ندخل هذا في صالح المشتركة التي تعطيها الاستطلاعات تم المقاعد بمعنى أن منصور عباس هرعى إلى منزل زميلته بالكنيسة غيداء زعبي في محاولة لثانيها يائر لبيد هذا الصباح أيضا علق على صفحته على الفيسبوك وها تعهد هو مهندس الحكومة يائر لبيد هو الذي هندس هذه الحكومة وتنازل كحزب أكبر في هذه الحكومة عن رئيسة الوزراء لنفتالي بنت هذا الصباح كتب على صفحته أنه أمامنا مهمات شاقة سنبذل كل ما سنصلح كل شيء يحتاج إلى إصلاح اتفق مع زعبي على أن يلتقي بها يوم الأحد وفي محاولة لإصلاح الضرار هو سيتحدث معها نفتالي بنت أيضا هل سيكون بمقدوره أن يثنيها عن الاستقالة خلال هذا الاجتماع باعتقادك؟ هو الضبابية التي قالتها غيداء زعبي أيضا هذا الصباح تزيد من غموض المشهد أنها لن تقف في الصف المعاكس للحكومة ستدعم الحكومة ببعض القوانين بمعنى أنه كأنها تترك متسعا المفاوضات هذا ما يجعلنا نقول علينا أن لا نستعجل بالاعتقاد أنه ستسقط الحكومة ولا أنه سامي أبو شحادي قبل قليل حسم موقف القائمة المشتركة والتي صوتت في التاسع من هذا الشهر قبل حوالي 11 يوم عندما انسحبت عيدية سليمان رئيس الاتلاف الحكومي وأضعفت الاتلاف من 61 إلى 60 عضو تقدم الليكود باقتراح حجب الثقة عن هذه الحكومة وإسقاطها لكن القائمة مشتركة لم تفاجئ الجميع صوتت إلى جانب بقاء الحكومة كان هناك تقدير قبل ساعات أنه أين سيكون موقف القائمة المشتركة؟ القائمة المشتركة سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع قال أنها هي من ستقدم اقتراح إسقاط الحكومة والذهاب إلى الانتخابات وبالتالي كله الآن متوقف على الحوارات واضح أن هناك ضغوطات من الحزب ميرتس من يائر لبيد من رئيس الحكومة من منصور عباس لأن الخاسر الأكبر انتهى مستقبل السياسة حسب الاستطلاعات الولايات المتحدة الأمريكية ربما تدخل على الخطوة نحن نعرف كيف لعبت الدور الأبرز ربما بتقريب وجهة النظر وتركيب هذا الحكومة ليس خفيا بهدف إسقاط نتنياهو لأن نتنياهو وترامب والثنائي مع ترامب والديمقراطيين والعلاقة القديمة مع بارك أوباما العلاقة التصادمية بمعنى أن هناك صخب سياسي كبير كله في وسطه تتمركز شخصية غد زعبي هي التي ستقرر إسقاط هذه الحكومة أم لا قد يتقدم الليكود سيتقدم يوم الأربعة ستجتمع الكنيسة بكامل هيئتها سيتقدم الليكود سيتقدم أيضا القائمة المشتركة وهذا جديد ومفاجئ حسب أمرا كنا نعتقد حتى هذا الصباح أن الأمر مبهم ومجهول حسم أمر القائمة المشتركة لكن من هنا حتى الأربعة أين ستكون غيداء زعبي ما هو موقفها هل ستجري مساومة معها ربما وأنا أعتقد بعض الطروحات تقول أن هذه الحكومة أصبحت معلقة بقشة غيداء زعبي وبالتالي قد تلغي أو تغير مسار المسيرة القص إذا كانت المسألة معلقة بقشة غيداء زعبي وإذا لم يحل هذا الخلاف على ضوء هذا الاجتماع ليثنيها عن الاستقال أي سيناريوهات تنتظر المشهد في المرحلة المقبلة نحن نتحدث عن سقوط إذا لم تغير غيداء زعبي موقفها نحن نتحدث عن سقوط ولكن علينا قبل ذلك أن نقدر حجم الضغوطات التي ستكون عليها وحجم الإغراءات نحن نتحدث يائر لبيد متضرر أيضا وهذا لم نذكره لأن سقوط الحكومة بهذا الشكل لم يعطيه فترة انتقالية يكون فيها رئيس وزراء حسب الاتفاق المبرم مع نفتالي بنت اتفاق الاتلاف للحكومة والذي يعطي لياير لبيد بهذا الشكل من السقوط لن يعطي لياير لبيد أن يكون يوما واحدا رئيس حكومة وبالتالي هو سيقدم إغراءات سيقدمون للوسط العربي موازنات ربما موازنة الوسط العربي هذه قصة لحالها من مليار دولار من مليار شكل سلم ومئتين مليون شكل خمس الموازنة منصور عباس سيمارس ضغوطات سيقدم تنازلات الحكومة الإسرائيلية هناك تقدير في إسرائيل لمسيرة القدس مسيرة الأعلام التي فجرت حدوان وحرب العام الماضي مسيرة الأعلام هذا العام هناك قرار من الحكومة الإسرائيلية بأن تكون مسيرة يصفها الفلسطينيون بأنها استفزازية ستمر من الحي الإسلامي من باب العمود ربما ستقدم نفتالي بنت مضطر سيقدم لأنه سكين غيداء زعبي على رقبته فقط غيداء زعبي من يستطيع رفع هذا السكين وبالتالي هو مضطر في لحظة يعني هو في ذروة ضعف ضعفه مضطر لتقديم تنازلات إذا ما قدم كل هذه التنازلات أنا قلت لأنه يا إيرابيد ونفتالي بنت ومنصور عباس نحن أمام ثلاثي سيتضرر بشدة هذا الثلاثي كم حجم التنازلات التي سيقدمها لغيداء زعبي هل ستقتنع غيداء زعبي حينها نحن نتحدث يعني بعد غد ربما يكون الأمر واضح غدا السبت ليس هناك عمل في السبت ربما يستحرك منصور عباس حتى الآن الجمعة السبت يوم الأثنين ستكون هناك ضغوطات أيضا وإغراءات حجم التنازلات التي سيقدمها الثنائي نفتالي بنت يا إيرابيد هي التي ستحدد أن هذه الحكومة هل ستسقط أم لا يعني لو لم تنجح كل هذه المساعي للحفاظ على هذا الائتلاف الحكومي وسقطت وذهبنا إلى انتخابات خامسة بالفعل ما هي فرص الليكود بأن ينجح بأغلبية باعتقادك إذا ما يعني يوم الأربعاء إذا ما سقطت الحكومة سيكون 25 مايو 90 يوما حينها ل 25 أغسطس ستكون الانتخابات القادمة هذا يعني أن إسرائيل ستذهب خلال 90 يوما الانتخابات حتى الآن الاستطاعات تعطي الحظ الأكبر لبن يمين نتنياهو كحزب أكبر وليس بالضرورة هذا لا يعني أن الحزب الأكبر الحكومة الحالية لم يشكلها الحزب الأكبر لأن القانون في إسرائيل لا يعطي تلقائيا رئيس الدولة للحزب الأكبر أن يشكل الحكومة هو يعطي لرئيس الحزب الذي بإمكانه أن يجمع أكثر 60 صوت زائد واحد بمعنى أن الحزب الأكبر قد لا يتمكن من جمع 40 مقعد في الكنيسة وبالتالي لا يفوض وفي تقليد في إسرائيل عندما تفوز القوائم يستقبلهم رئيس الدولة وكل قائمة يسألهم ويجمع ويكتب على ورقة أنتم مين مرشحكم لرئيس الحكومة وبعدين بعدما يستقبل كل المرشحين بهنيهم بالفوز كل القوائم يحسب لحاله مين تجاوز 61 يعطي له كتاب تكليف الحكومة وبالتالي الليكود 36 تعطيه 34 للإستطلاعات الآن لكن هو الحزب الأكبر الآن بالكنيسة لكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة هذا يتوقف على أين ستذهب الأصوات العائمة بمعنى منصور عباس سيختفي أين ستذهب أصواته هل ستذهب إلى ميرتس مثلا إذا القائمة المشتركة هل ستذهب إلى الليكود بعض الأصوات أيضا ستختفي نفتالي بنت سيتراجع أين ستذهب أصواته بمعنى أنه نرى استذلينا أنه بالآونة الأخيرة بالسنوات الأخيرة أنه تقف المعارضة والإئتلاف عند 60-60 وبالتالي نتحدث عن ثلاثة أربع أصوات إذا منزحت بهذا الاتجاه أو انزحت بهذا الاتجاه هي التي يتحدد أنه إذا كان بإمكان الليكود أن يشكل حكومة أولى والتجربة أمانة بالسنوات الماضية تعثر الليكود بتشكيل الحكومات اشتركوا في القناة